يا صباح النور، صباح الوارد، صباح الفلو الياسامين على كل متتابعي قناة سنة بيوتي فوق ما اشتوها الفيديو كيقول لكم مئة الف محبابيكم فيديو اليوم إن شاء الله غادي نظر لكم على الحجامة الجميلية اللي هي تقنية موجودة منذ القديم كانت في الطب الصيني وكذلك في الطب المصري كتعمل على تحسين مظهر البشرة كتنظفها بشكل عميق كتقلل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعد بالإضافة إلى أن هذه التقنية كتنتص جميع الأوساخ والشوائب الموجودة على البشرة وعندها عدة فوائد أخرى غادي نكتشفوها إن شاء الله في فيديو اليوم ولكن قبل ما كردتكم مش كاملين تابطوا دعبة وتابونه في القناة بالضغط على زر الأحمر الموجود أسفل فيديو وما تسوش كذلك أنكم تفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم إشعار بجديد فيديوهاتي وأهم حاجة ما تبقروا شعليها باللايك بالبرتاج وبتعليق زمينة ديالكم إذا الحبيب ديالي قديم دول فيديو ديالنا على بركة الله فكيف تلكم في مقدمة الفيديو الحجامة جميلية عندها بزاف ديالفوائد للبشرة فهي كتجدد الخلايا التالفة كتحمي من حدوط التراهولات وانتفاخ الوجه وكذلك كتحمي البشرة حتى من تعرض المشكل حب شباب لأنها كتزيد القدرة ديالبشرة على امتصاص السوائل في منطقة التخزين وهي الجبين الأنف والوجنتين كتحمي الوجه من ظهور التجاعد كتزيد من قوة ونضارة البشرة بتخفيف الضغط عليها كتحد من التوتر عفوا والضيق وكتنشط عضلة الوجه كتقيم الإصابة بالالتهابات والجيوب الأنفية كتخفي علامات التقدم في العمر بحل الكلف والنمش كتخلص من الهالات السوداء تحت العينين كتنشط الكولاجين في الوجه وكتحافظ على لون البشرة الوردي لمدة لا تقل عن أربعة أيام يعني من النهار درنا ديك الحجامة الجميلية ولكن مؤخرا شفت فيديوهات على اليوتيوب ناس كيدلوا الحجامة الجميلية بوسائل غلط مش غير غلط وإنما كذلك كتشكل واحد الخطر وكتشكل ضرر بالنسبة للبشرة كيدلوا هالحجامة الجميلية بكؤوس ديال الزاج وبشمعة أول حاجة غدي نهضر على الشمعة ما خصناش نديرو شي حاجة سخونة على البشرة ديالنا إلا لحتوا معايا حتى حمام البخار كنديروه مرة واحدة في الشهر هذا دليل على أن الحرارة ليست بالخيار الجيد للبشرة الحرارة مش شي حاجة ليزوينا البشرة ثانياً كنغسلوا الوجه ديالنا عفواً بالماء البارد وكنوصلكم دائماً في فيديوهات ديالي على مكعبات التلج لأنها كتحافظ على البشرة كتخليها مشدودة ودائماً نظرة وكتغلق لنا حتى المسامات والله البنات إلى حالياً يعني وخكي البرد أنا دائماً كنحرص على أنني نغسل لوجه ديالي الماء البارد وكندير المكعبات ديال التلج مكعبات ديال التلج ما كيخطونيش غدي نهضرو كذلك على دك الدخان اللي كيبقى في الكأس وكيلصق لنا في البشرة لوجه ديالنا دك الدخان راه ملوت غديقدر يضر لنا البشرة ديالنا مش غديقدر غدي يضر هانيت أعدد عليها دك الكأس ديال الزاج إلا الترتق الله يحفظ إلا مش تترتق لنا في الوجه ديالنا فلغادي نوليو والحجامة التجميلية كتدير بكؤوس هوائية خفيفة في الوزن لأن الجلد اللي على بشرة الوجه حساس على عكس الجلد اللي كيكون على باقي الجسم هذا علش كنستعملوه كؤوس اللي كتكون خفيفة في الوزن وعادة ما كتكون كؤوس يا بلاستيكية أو لا سيليكونية مشي ديال الزاج ما خصاش نستعملو الزاج نهائيا وكينين هاد الكؤوس هادورا هما كيتباعو موجودين كينين ديال السيليكون وكينين كذلك ديال بلاستيك كل واحدة كتختار الحاجة اللي بغاتها واللي كترتاح فيها وأنا كنوصلكم بالحجامات الجميلية لأن الشي حاجة اللي هي زوينة وزوينة بزاف غير هو خصنا نديروا واحد اللي بحت عليها ونعرفوا كيفاش نديروها بواحد طريقة صحيحة يعني باش ما نضروش البشرة ديالنا لايستر إليكم ما تبقاوش أي حاجة كتشوفوها على اليوتيوب نديروها نخدموا عقلنا شوية ما تستعملوش نهائيا هاد تقنية ديالت الحجامة بالشمعة أو لا بالكؤوس ديال الزاج لأنها شي حاجة اللي خطيرة فعلا ومخصناش الريسكيو بحياتنا ولا حبيب جليلي هنا غتكون سلاة فيديو اليوم كنتمنى الميساج يكون وصل كنتمنى تكونوا ستفتوا معايا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تخلوا لي اللي لايك تجيركم تعاليقوا زوينا وتبارتجيوا الفيديو باش تعمل فائدة حسنا تلقى بشاء الله الفيديو جديد كنقول لكم تهلا فريوسكم كنبغيكم بزاف بسلام عليكم